انا بقولك كده هتقولي طب ايه دليلك اقولك دليلي انه فتوح الهدف اللي جابه من جوه وراح في ماتش سموحه ورأس الاولاني والتاني والتالت وحطها فالراجل شاف اللي هو الراجل ده مهاري فيخش من جوه يبقى زيزو ياخد من برا وفتوح يخش عشان هو مهاري لكن زيزو ما عندوش اللي هي الدريبلنج واحد اتنين ثلاثة اربعة ويروح فخلى فتوح هو اللي يعمل كده لما الكرة تروح لزيزو هو اللي يفتح الخط وفتوح هو اللي يكمل لجوه الملعب الموضوع ده ممكن يعني ما فيش ناس او يعني اللي بتفرجوا على الماتش يقولك عادي يا عم ده موقف وقتعلك مش ده الاساس لا لا ده هو ده كان الاساس انه هتلمين الشغل الطبيعي ان حازم بيروح والشغل الشمال زي ما انا قلته طيب الجنجي ازاي ان حازم وصل واللعب كروس اوباما طبعا الدور الخافي اللي بيجيده جدا بشكل كبير جدا والمباراة اللي قابليها اللي قابليها يعني كان هدف مش عارف ماتش ايه كان سموحه ولا امبي تقريبا اللي جاب هدف بدماغه برضو هو بقى هو بيجي من تحت مش مترائب محدش مركز معاه ويجي يدخل التمنتاشر ودي من المميزات اللي يتميز بها اوباما لكن اوباما لعب كويس جدا ولعب على مستوى علي جدا ولا غنى عنه في نادي الزمالك طبعا لكن على يعني اوقات كتير في المبرمة يبقى ما تلاقهوش ما تحسش بيه مش موجود يطلع لك في كورة كده وبعد كده يختفي مرة يعني كورة واثنين وثلاثة واربعة ويظهر في واحدة دي حاجة سلبية لكن الحاجة الايجابية اللي هو لما اوباما بيتحرك على طول ويستلم وتحرك ووان تاتش ويكمل في التمنتاشر ويهدف بيبقى شكله حلو جدا بيختفي كتير مش كتير بس بيختفي بيبقاش لدور بنفس مثلا بداية المباراة او في نصها لانه بيختفي على فترات خلينا اتكلم بقى على امام عشور وفرجاني عايز اقول ان انا طلعت في البرنامج بتاعنا ده وبرنامج تاني طبعا قلت ان فرجاني طالب اتنين مليون يورو امتين فاقلت ان ده رقم كبير جدا على نادي الزمالك او رقم كبير جدا اللي اللعيب ياخده اللي هو حوالي ستين مليون او خمسة وخمسين مليون جنيه في السنة السنة الوحدة فانت كده بتعمل مشكلة كبيرة جدا وتعمل مشكلة كبيرة للعيبة اللي حواليك لما انا مثلا طرق حامد بياخد له مثلا اتناشة تلتاشر بعتاشر والراجل ده بياخد خمسين مليون ولا ستين مليون وبيلعب جنبي طب ليه طب ازاي طب هداف الفرقة اللي هو مصطفى محمد كان بيأخذ له 2 مليون ولتاتة مليون طب ازاي إيه بقى اللعبة أغلب اللعبة تلك كده فهنقول إن فرجاني لعيب كبير ولعيب على طبعا طبعا كبير جدا وخصوصا أول سنة جي الزمالك أول سنة جي نادي الزمالك كان على مستوى عليك تخصص علاج الألم أوجد حل لحالات كتيرة جدا بدون جراحة مفصل الرجبة ده بيتكون من التقاع قضمتين الجزء الأملس دوت لما بيحصل فيه إصابات تدي العين يعاني من ألم مشوعة طب نقدر نتدخل فيها بتداخلات بسيطة أنا ممكن أستخدم الحقن دوت بتركيز للمواد العلاجية في مكان المشكلة فبالتالي أخد نتيجة علاجية أفضل بكتير جدا مستوى علي جدا وكان الراجل بيدافع كويس أوي وبيهاجم كويس أوي بيجيب أجوان ويخش الثمانتاشر يمكن أنا بقول على فترات كبيرة جدا ما بقاش يكمل في الثمانتاشر ما بقاش يدخل يجيب أجوان بالراسه كان الأول بيجيبه المهم هو لعب طبعا على المستوى عالي جدا وياريت ياريت الإدارة اللي موجودة تجدد معاه طبعا لكن خلينا أقول الفرق بين روقة وإمام عشور والاتنين كانوا بلعبوا مع بعض في نص الملعب والفرق بين طارق حامد وإمام عشور تاني الفرق بين روقة وإمام عشور لما الاتنين لعبوا مع بعض اتنين في نص الملعب أولا روقة كرته حلوة إيه بسكرة من هنا يغير الملعب رجلي مصبوطة كلام ده كله لكن دفاعين قلال شوية بس كورته حلو وإمام عشور نفس الوضع كورته كويسة وعايز الراجل فيه صغير وعايز الحماس وعايز يثبت نفسه فعلى طول بتلاقي بيروح بيروح فهتلاقي نقص الملعب فاضي شوية لما جي طريق حامد المباراة اللي فاتت وإمام عشور بقى مين اللي بيثبت بالطبيعة طبعا هو طريق حامد هو اللي بيثبت قدام المساكين وهو اللي بيسلم وبالتالي إمام عشور هو اللي بياخد المساحة ويروح فهنا بان قدرات إمام عشور كورته حلوة دريبلين كويس بيصوب على مستوى علي جدا مهاري لأنه هو أصلا في الأساس جاي جناح مش جاي نص ملعب معنى كده اللي هو اللي عيد مهاري فبالتالي طريق حامد هو موجود إدى المساحة وإدى السقة الإمام عشور اللي هو يروح هتقول لي طب ده بديل على فرغيني